السلام عليكم يا شباب كيف حالكم؟ تمنى تكونوا بخير في هذا الفيديو سوف نعطيه البدائل ونعطيك المجالات المربحة اللي ستكتعول عليها وطبع الحال اللي ستكتعول عليها هي أن المجالات اللي سنعطيك هم مجالات حتى إلى قريتيهم يعني السهل أنك تعطيهم الوقت وليس كهذه المواقع اللي ستتخدم فقط شهر أو ثلاث أشهر وكتغلق والفلوس يعني دائماً لحشيال يعني أرى كثير من الموقع بحال هذا الموقع هذه التاسلا اللي قال لي واحد سيد أنك تريدك أن تضع مراجعة واش مزين ولا الله وكل شيء يضع على سكام ديفايزر وكما كان نصحكم أن سكام ديفايزر لا تقفش تضع عليه بزيف لأنه إذا كان موقع جديد فكعتك أنه ما فيه شيء حاجة فسكام ديفايزر يدوز واحد الوقت عاد كعتك لكن هنا يعني كم تشوفوا في النيغاتيف أرى قال لي الموقع أنه ما فيه ممرانكيش يعني غير ما معروفش وفيه الفيزيتورس قليل هنا يقصدوا بها يعني موقع الشبابي كان موقع باديه يعني يالله بادي ما فهمتي حتى في الديزاين أرى لا شيء شوف الديزاين شوف الصورة يعني لا شيء هذا الموقع يدعون الباقات هذه الباقات هنا كل مرة ما يدعون بهادو دير طيسلة كانوا يدعون البقار ويدعون شارج سبوت ومعروفش فأرى هالناس تنصب عليهم فيهم كما تشوف جميع المواقع أرى هاد شيء باين وواضح ان هاد الموقع كتخدم في واحد المدة وجيزة وقد تغلق وهذا الموقع كيعتمد على حاجة واحدة وهو انو جي فيزيتورس كتار كما تشوف كيقول لك باش تحصل على عشان درام خصت تقدير الدعوة الخمسة خمسين والكثير من الناس كتلقاهم كيشرحوا هاد شيء في يوتيب وللأسف الغرض ديالهم وانو باش يربحوا منك باش يوصلوا لهذا العادد باش انهم يربحوا هاد المية الدرهم او الميتين درهم اوكي معلين هاد الموقع عادة كما نقول لكم مرة سهل تخدم وسهل ان ان تبدل هاد شيء يعني ما يبقى هاد تيسلات ولا هنا شارس بوتي ولا شارجور ولا نقرا كل واحده وشنو يدير هنا يعني هاد الشيء المواقع ما تعولش علي يا اخي الكريم هاد الموقع لان تدوموا معك وراه ما غديت تعلم فيها واذا هاد تخسر فيها غير الوقت والفلوس اوكي الان يعني هاد الموقع كما كتشوفوا وراه في عندهم تيليجرام ما زالت كنشوف المغاربة داخلي لهذا الشيء رغبة انهم تحتل عليهم مش حال مروا مع ذلك كما كتشوف هنا كدروا الصحوبات اخواني ارا هنا غابش كيجلبوكم مهم ما علينا احنا هادة بغادي نمشيو المجالات اللي انهم ممكن تربح منهم هنا سبعادي المجالات كاينين كتبتها فيهم مقالة اللي ممكن الليك تخدم عليهم وتربح فيهم وكما كتبت هنا قبل ان تبدأ ناصحت لك لا تركز كل وقتك على الدخول لموقع المقامرة التي تعطيها خمسين دولار لكي تعطيك في اخر شهر او ثلاثة شهر سون دولار او ثمانين دولار لان الموقع ما غديش يدوم معك في الوقت وانت لن تكسب اي مهارة وفي الاخير انت الخاسر يعني كما كنشوفوا هنا المجالات كين جوجل اتسانز كين شيراء العملات في الباينانس التداول الفوريكس كين تطبيقات الهوتش في الدكيات سوي قبل عمولة دروبشيبين اللي شرحنا على دورة فيها تقريبا ساعة ومص يعني مجالات اللي هي مربيحة بيع الكتب ربح من محتوى المقفول ربح من الاعلانات لغير ذلك وايضا هنا كتبنا مقالة اخرى كنوجه هكالشيحويج كأنك غدي تستغل الوقت يعني قبل انك ما غدي تدخل في شي ماجات اللي يكونوا هما غير تخربيق ومدربحش فيهم كمثال فيهم وهذا المواقع هادو فهنا كننسحك وكنوجهك لبعض المجالات اللي مكلك انت تختار فيهم اي ماجال ودخله وطبعة الحالة هذه المجالات هادو فكحتاجوا الوقت باش تقرع عليهم واتطبقهم ان شاء الله يكون خير فانا فقط اريد كي اخي الكريم لا تضيع وقتك في هذه المواقع اللي هي ما غدي تكسب فيها تحاجة وراه داروا موقع يعني تيسلا كما كنشوفوها هو ركان شرحوشي واحد شحول هدي نفس الشي كتشري وطبع الحال طبع النصب على الجامعة هادو داروا فنطام وبيلات الاخرين داروا فيهم اه لوازم دير تيسلا هذا ما في القمر المهم لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعملوا الفائدة ونشر معرفة كذلك الى فيديوهات جديدة ان شاء الله دمتم في امان الله